جهود وتحركات مكثفة تجريها الدبلوماسية المصرية بهدف تثبيت وقف اطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة واسرائيل وخلال زيارة هي الاولى لرئيس مخابرات مصرية الى غزة منذ نحو عشر سنوات التقى عباس كامل برئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار قبل اللقاء قادة اخرين بالحركة لمناقشة جهود تعزيز وقف اطلاق النار وبحث خطط لعادة اعمار غزة مسؤول في حماس فضل عدم ذكرى اسمه قال بان رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بدى على الفور اللقاءه مع قيادة الحركة ثم عقد لقاء موسعا مع ممثل كافة الفصائل المسلحة والقوى الوطنية في قطاع غزة وبحسب المسؤول الفلسطيني فان النقاشات تتمحور على ثلاث قضايا هي تثبيت التهديئة وصولا الى تهديئة طويلة الامد ومناقشة ملف تبادل الاسرى بين حركة حماس واسرائيل ويعادة اعمار قطاع غزة الجذير بالذكر ان حركة حماس تأسر اربعة اسرائيليين بينهم جنديان وتقول اسرائيل انهما قتلا خلال حرب عام 2014 لكن حماس لم تكشف اي تفاصيل عن مصيرهما رافضة اعلان الهدنة الدائمة مقابل اطلاق صراح اسرى اسرائيليين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة